بسم الله الرحمن الرحيم نستكب إن شاء الله في هذا الدرس اللي هو البرنامج BMI Calculator أو حساب مواشر كثلة الجسم اللي طلب بنا من أحد المستشفيات حللنا البرنامج وصممنا الواجهة الآن وبرضو عرفنا كيف البزنس لوجيك يشتغل الآن الجاية الآن نبدأ نكتب الكود هذا هو اللي جاية لنا طبعا في عدة طرق كتاب الكود خلنا نكتب أول بزنس لوجيك لأنه ما تعودين عليه بعدين نشوف الكود حق الواجهة لأنه في شيء جديد علينا شوي رح أمر عليها مرور سريع صراحة ما رح أشرحها بالتفصيل طيب نجينا الآن نسوي لنا كلاس جديدة new java class زي لنه كلاس هذه رح نسميها BMI Calculator تذكرون سميناها BMI Calculator لما جينا وصممنا الكلاس حقتنا هذه الكلاس اللي فيها البزنس لوجيك إذا تذكرون تمام خلو اسمع لي شيء نحط هنا small letters هنا طيب الآن سوينا الكلاس كلاس عادية ما فيها أي شيء جديد نفس كلاسنا السابق نفس الكلاسات الوبجيكت اللي حنا البسيط اللي حنا نسويها طيب شو المطلوب في BMI Calculator طبعا مطلوب أنك تحط أو شو اللي راح نسوي ذكرنا حنا شرحنا وذكرنا أن فيها properties اللي هي height و weight و شو اسمه وفال وذكرنا أن فيها method اسمها calc وغيرها عشان بس ما أطول أنا راح إذا كنت أنت تابع الفيديو ودي توقف الفيديو وتحاول تكتبها من نفسك مضبوط أنا راح أنسخ الكود وألصقه هنا فإذا كنت تابع الفيديو معي ودي أنك توقف الفيديو وشو اسمه وتجرب تكتب أنت الكلاس هالي بنفسك بحيث أنها تشتغل طيب خلنا لصق الآن الكود تمام لصقنا الكود لصقنا الكود هذا الكود طبعا هذه الproperties sit height و weight وهذا business logic هذا كله يعتبر الobjectي يسوينا business logical كلاس هذي لكن هذا اللوب حقه والقلب حقه اللي في حساب البيم آي سواء حساب البيم آي val اللي value الرقم حق البيم آي أو حساب بيم آي result اللي هو underweight normal overweight obese زين فيذن حنا جهازنا الآن business logic الآن يجي نروح لـ main activity ونلاحظ شيء مهم جدا حنا عندنا هنا وذكرته أنا سابقا ودي أكرره مرة ثانية وأركز عليه وأكد عليه المين method هنا مخفية مخفية تحت طبقات من الكود في البرامج الرسومية فيه main method زي ما موجود main method في البرامج الكتابية ولكنها مخفية عنك لأحد كبير لأسباب كثيرة ما نقدر نتكلم عنه هنا فعليا هنا زي ما شرحنا سابقا المين method رح تكون هي الميثود اللي تتنفذ أو الميثود اللي كأنها المين method هنا عندك وش هي الميثود اللي رح تتنفذ لما نضغط على الزر هذا تمام يعني هنا انتبه للنقطة هذه فهي الميثود اللي رح يكون فيها قراءة المدخلات من المستخدم واستدعاء البي ام اي كالكليتور الوبجيكت هذا البي ام اي كالكليتور وطلب منه انه يسوي لنا كالكليشن وبعد كده عرض الريزولتز تمام فهذه تقريبا دور الميثود اللي تستدعى لما نضغط على الزر هذا طيب الميثود هذه الآن رح نكتبها زين رح انسخها لكم الميثود هذه طبعا رح انسخ اكثر من الميثود صراحة فخلوني انسخ الميثود هنا أنا جريت بعض التعديلات البسيطة يعني يبغى اننا شوي بس نشتغل لذا تمكن تطلع عندنا معملا اشياء بسيطة طبعا اول شي هنا عندنا بميكالكليتور الكلاث small m small i تمام هذي الكلاث عندنا طبعا نحتاج اننا نسوي import للedit text وبعض الاشياء طبعا ما نحتاج الكود هذا الكود هذا الزيادة ما نحتاج ان نشوف ان شاء الله في درس قادم كذلك الكود هذا كله ما نحتاج حاليا طيب تقريبا نكتم الكود بس بقين الimport خلوني انسخ الimport وحط هنا طبعا لاحظني هنا عديت اشياء كثيرة عدي ان شاء الله لعلي احاول اشوح بالتبسيط ببساطة البرامج رسمية شوي تعقيد طبعا ما زال بقين color هذه الى الان ما سوينا الimport خلو برضو انسخ الimport حق الكلام طيب هذا الان الكود خلو نفهم الكود اللي قدامنا هذا الان الان عندنا الميثود سميناها onclick calculate pmi هذه الان كأنها هي المين والميثود هذه مقسمة ثلاثة اقسام القسمة الاول اللي هو ياخذ الانبوت كل ما ضغطت على الزر الان راح تتنفذ الميثود في كل مرة تضغط على الزر في كل مرة نضغط على الزر هنا calculate pmi مضبوط نحن نبغى الميثود هذه انها تتنفذ كيف نسوي الشيء هذا بكل بساطة اللي تبغاها تتنفذ او عفوا الـ event او الحدث اللي يحدث الحدث اللي يحدث اللي هو onclick لما ينضغط الزر هذا تبغى ان الميثود onclick calculate pmi الناهي اللي تشتغل بكل بساطة تختارها من هنا اخترناها الآن الآن ضمننا ان ان شاء الله اول ما نضغط على الزر هذا راح تتنفذ الميثود هذه طريقة الربط ما بين الزر وما بين الميثود اللي ينتكتبها عشان تتنفذ لما تضغط على الزر هذا ارجو ان تكون الطريقة واضحة طبعا ليش كيف طريقة كتابة الميثود اللي تقدر تربطها بضغطة الزر وكذا هذه الشياء ان شاء الله نشوفها يعني فيه بعد نشرح نعطي بعض التفاصيل عنها تمام لكنها ميثود تبدو بشكل كبير شبيه بالميثود اللي ينتكتبها طيب الميثود هذه شو تسوي بكل بساطة تأخذلي الانبوت زين هذا بالضبط تذكرون حنا كنا نسوي سكانر زين كنا نسوي سكانر نخليه يقرأ هذا بالضبط شبيه جدا بسكانر فأول شي حنا نجي ناخذ قيمة edit text 2 والedit text اللي هم هذولا الاثنين هذا edit text كيف نعرف انه اسمه edit text 2 هذا هو شوف اسمه ال id حقه edit text هنا المكان هذا زين وهذا ال id حقه edit text 2 او شي دورناهم بحثنا عنهم دقيناهم اخذنا قيماتهم وخزناها في object منو edit text هذا بالضبط زين ما قلت ما كنت أقول لك احفظ الكود حقه سكانر نفس الشي يحفظ الكود هذا حاليا بعدين ان شاء الله راح تفهم الكود هذا بشكل افضل زين بعد كذا جينا وقرينا height والweight من edit text طبعا edit text هو المكتوب فيه string وانت تبغى height والweight فتيجي تستخدم مثود اسمه parse double parse double هذي معطيتك اياها الجافة هذي مثود موجودة من جافة تأخذ لك text زين او string عفوان تأخذ لك string وتحوله الى double هذا بالضبط اللي تسويه parse double فجينا حنا اخذنا الstring اللي موجود في edit text هذا او نجي ناخذه نحوله الى double نسوي height ويت ضيب قرينا ال input الحين كاننا في سكانر قرينا ال input لاحظنا اعقد شوي الموضوع هذا الآن الخطوة التالية بكل بساطة نجي ونحسب ال bmi سويا لما نحسب ال bmi جينا قلنا اه سونا object من نوع bmi calc من نوع الميثود حقتنا هذا ال business logic الآن زين لاحظ بعدين قلنا له حط ال height بال height الموجود حط ال weight بال weight الموجود بعد كده احسب لي ال bmi خلصنا او او حسبنا ال bmi زين الآن نجي العملية ما يسمى بإظهار او عرض ال results او النتائج وسمونا render the results زين يسمونا render لان فيها رسم فيها واجهة رسومية زين وكود فيه شغل شوي بس الشغل عبارة يعني الشغل مهتم اكثر بطريقة اظهار الميثود اكثر بطريقة اظهار ال results اكثر منها ب اه اش اسمه ب بحساب ال results حساب ال results حسبناها هنا حسبنا ال value وحسبنا ال results اول شي هنا الكود طبعا جينا واخذنا bmi string وقلنانا bmi string هذا حط فيه خل فيه اش اسمه decimal point تحط فيه decimal point format لstring نفسه عشان يكون فيه الفاصلة العشرية بعد كذا جينا وقلنا bmi string هذا عندنا string سوينا variable منوع string وقلنا حط في your bmi is بعدين حط فيه bmi string السابقة هذه تمام وضع فيه قيمة النتيجة اللي حسبناها هنا اللي هي get bmi result ال bmi string هنا عبينا بال bmi value يعني مثلا لما حسبت طلع لك bmi حقك 25 فجينا حنا حسبناها هنا بcalc مضبوط طلعتنا النتيجة 25 بعدين اخذنا ال get اخذنا نتيجة ال get وسوينا لها format عشان بس يحط لي شو اسمه يحط لي فاصلة 20 تمام بعد كذا لما اخذنا النتيجة هذه جينا اخذنا النتيجة الرقمية يعني مثلا 19 20 bmi 21 جينا اخذنا ال result اللي هي النتيجة المكتوبة اللي هي underweight normal اخذناها برضو string وكتبنا وكتبنا النص النص هذا الان هو اللي راح نظهره هنا في edit text هذا مضبوط طيب بعد كذا جينا بدنا نتعامل الحمع الالوان فنتعامل الان مع الالوان فالالوان هنا وش نبغى نسوي في الالوان fbmi calc اذا result underweight مضبوط عطني result get result بعدين استخدم method equals واذا هي underweight فنحط اللون احمر اذا هي normal حط اللون باخضر اذا هي overweight لما يجي يعرض لي النتيجة هنا للمستخدم يعرضها باللون الاخضر والاحمر والاصطر وذكرت لكم هنا ان هذه جزء من الواجه الرسومية بعد كذا هنا جينا واخدنا color وحولنا من color من الكتابة هنا للرقم بعد كذا جينا للtextview اللي اسمه textview3 من textview3 اللي هو هذا اسمه هذا وش ال id حقه textview3 شفت ال id عشان نبغى هذا قلنا له عطنا textview3 زينا نفس الحركة اللي سويناها في textview1 و textview2 مضبوط بعد كذا قلنا حط textcolor خلوه باللون اللي كتبناه اللي جيبناه من هنا وبعد كذا حط text اللي هو bmi string التكست هذا اللي رح يظهر لك رسالة bmi شوي بس ارجعنا للكود هذا ان شاء الله بس خلوه نفذ البرنامج زينا طبعا نتخل الكمبيل للبرنامج الآن والمفروض انه يطلع لك هنا نفتح هنا gradle طلع لك الكمبيل ما في اي مشاكل الآن نجي وننفذ البرنامج على الاندرويد اميوليتر ونبدأ تنفيذ البرنامج هذا الاندرويد اميوليتر عندنا زي فتحنا البرنامج خلونا نكتب هنا مثلا الطول مثلا زي ما ذكرنا 170 سانتي والوزن مثلا 70 كيلو زي calculate bmi your bmi is 24.2 وnormal طلعت باللون الاخضر طيب ماذا لو كان الوزن مثلا 90 زي calculate bmi طلع bmi حقك 31.1 وانت obese مرة مرة overweight وهكذا برنامجنا خلص وامورنا كل شي تمام باقي حاجة بسيطة بس أبغى أشير لها ذكرت لكم أنا بس حاجة بسيطة ذكرت لكم أنا أنه لا بد أن نفصل الbusiness logic عن الواجهة الآن الخطأ اللي ممكن تقع في هنا حطيت الـ 90 عشان نوريك وش الخطأ اللي يقعون في كثير الناس يجي يضع calculate bmi زين هذي calculate bmi wait على wait في height هذا هذا بالضبط القانون لاحظوا هذا القانون هو نفسه الموجود عندنا في bmi calculator اللي هو هذا زين وش المشكلة اللي هنا موجودة أنه جاي ودأ ولا ملخبط الكود مع بعض هذا كود business logic زين ممكن برنامجك هذا تقرر أنه يشتغل على android وتقرر أنه يشتغل على web application على web يعني على المتصفح وتقرر أنه يشتغل على مثلا مثلا iphone ولا شي زي كده business logic هذا برمجة واختلاف لغات برمجة لكن فعليا الكود هذا إلى حد كبير ما يتغير زين بينما الواجهة هذه رح تتغير طريقة التعامل مع الواجهة بتغير النظام الذي تستخدمه فعشان كذا هذه من أسباب التي تخليك أنك تفصل business logic في أسباب كثيرة جدا زي ما قلت لكم فيما بعد إن شاء الله ممكن نستعرضها لكن يزبط يسوي calculation ل BMI في الكود حقي وخلوا نشير الكود هذا وكذا نكون خلصنا البرنامج أو الحاسبة حقة BMI calculator